اشتركوا في القناة بنهي بكل سنة وطيبين للمسلمين لكن كل سنة وطيبين لكل الناس طبعاً النهاردة حلقتنا الغندور والجمهور هتكون حالة للجمهور النهاردة عارف ناس كتير قوي نفسها تتكلم النهاردة فاضل يعني نتكلم فقط دي يا جماعة بنتكلم تقريباً في 15 ساعة وماتش مصر مع أرواي يبتدي وهي مباراة انتظرتها أنا وغيري وناس كتيرة جداً من خلال 28 سنة اللي عنده 28 سنة إلا شوية أو 28 سنة ما شافش منتخب مصر هو بيرع في كاس العالم فهو حدث بالنسبة لنا تاريخي وحدث مهم جداً وصعب كمان الموضوع علينا الهزيمة الفقيلة النهاردة للمنتخب السعودي على إيد المنتخب الروسي بنتيجة 5-0 نتيجة إيلة جداً لكن هنتكلم في تفاصيلها وإيه مصر ممكن تصعد ازاي كل ده في حلقتنا النهاردة نهاردة عشان أنا هبقى قاعد معاكم طول الوقت أكيد هنتواصل من خلال الفيسبوك وحاول أقرأ يعني اللي انتو عايزينه من خلال الفيسبوك أو اللي بتكتبوه من خلال يعني اللي احنا حطينه على الفيسبوك ومن خلاله من التواصل اللي هي حلقة النهاردة يعني فبعتولي اي حاجة انتوا عايزين تتواصلوا وتقولوها ورأيكم على الفيسبوك اللي انتوا شايفينه على الشاشة صفحة الفيديوهات اللي من خلالها فيديوهات الحلقة بتنزل وارقام تليفوناتنا بقى نركزهم على الارقام لان الحلقة كلها هتكون مداخلات تليفونية باذن الله دي ارقام تليفوناتنا سواء المحمول او التليفون الارضي طيب النهاردة افتتاح كاس العالم اه كلنا بنهتم بحاجتين نهتم بافتتاح كاس العالم وبنهتم ان افتتاح كاس العالم الفرقتين اللي معانا في المجموعة وخصوصا ان فيها دولة عربية بنهتم ايضا بالفريق العربي السعودي وايضا بنهتم بالفريق الروسي منظم البطولة وصاحب الارض والجمهور ملعب شفناه منتخب مصر هيلعب على ملعب بكرة يمكن صغير شوية بعيد شوية عن العاصمة لكن هي مباراة مهمة جدا في توقيت يعني غريب شوية هو اتنين الدهر توقيت غريب شوية ودي المباراة الوحيدة للمنتخب مصر هيلعب على الساعة اتنين الدهر لان بعد كده مباراته التانية هتكون الساعة تمانية بالليل ان شاء الله يوم التلاتة بعد كده المباراة التالتة تقريبا هتكون الا الساعة تلاتة الا الساعة اربعة ساعة اربعة سوري ساعة اربعة مع المنتخب السعودي وبالتالي احنا يعني مهتمين جدا باللقاء النهاردة وشفنا تفاصيله وردود افعال المصريين والعرب على هزيمة فقيلة للمنتخب السعودي للاسف المنتخب السعودي رغم ان هو عمل يعني مطشط ودية على اعلى مستوى وعمل احتكاة قوي لكن النهاردة كان يعني بعيد تماما عن قيمة المنتخب السعودي اللي صعد لكاس العالم عن قارة اسيا النهاردة بيخسر 5-0 بينهار المنتخب السعودي في الدهائي الاخيرة منتخب الروسي اللي هو مش من المفترض ان هو منتخب قوي يعني او منتخب مخيف بيفوز على منتخب السعودي بنتيجة 5-0 عشان تصبح تاني اعلى نتيجة في تاريخ افتتاح كاس العالم وكلام ده امتا بقى يعني سنة 1934 ايطاليا كذبت امريكا 7-1 من 34 لغد الوقتي مفيش 34 بقى شوف كاس عالم تقريبا 20 كاس عالم عدة بعد كده مفيش فريق كسب فريق 5-0 بالنتيجة دي التقيلة دي في بداية كاس العالم طيب دي كانت طبعا طبعا ترئيسة وحشة جدا وده تقدم المنتخب طبعا الروسي 2-0 في الشوط الاولاني وبعد كده الشوط التاني احرز هدف ثالث وفي الدقيق الاخيرة بقى يعني في الوقت الضايع احرز هدفين بطريقة غريبة جدا صراحة لم يكن احد يتوقع طبعا ترئيسة وحشة جدا احد يتوقع طبعا فوز المنتخب الروسي بهذه النتيجة التئيلة عايز اقول كمان ان طب هل فوز المنتخب الروسي ده ده يدل على قوة المنتخب الروسي يعني المنتخب الروسي متخب قوي جدا ومخيف وبتاع لأ منتخب الروسي مش منتخب قوي اوي ولا مخيف يعني لكن منتخب مدعوم من جمهور عريض جدا 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 شايفين طبعا رئيس الروسي بوتن وطبعا ولي العهد طبعا معالي الشيخ محمد بن سلمان وايضا امفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لقرة القدم طيب انا قلت ان الفوز ده يا جماعة طبعا ده هدف عالمي وده هدف اخر الخامس غريب جدا كان الجمهور السعودي على فكرة واقف ورا الجون اللي دخل فيه وكان مستغرب جدا البعض كان يعني مش مصدق اللي بيحصل لمنتخب بلاده ده لعيب كويس جدا حطى بكل قوة في المرمى تحرك الحارس بعدها بفترة برضو عنده مشكلة الحارس ما شافش الكورة الا بعد ما دخل الجون يعني حتى هم مستغربين من فكرة الهزيمة التقيلة للمنتخب السعودي هنا السؤال اللي انا